وهكذا وصلنا للغبطة ده لو ما كنتش تلغبطت أصلا في الدروس اللي قبل كده في التصنيف لكن في مملكة الحيوانات احنا كده وصلنا لكمة اللغبطة بس ان شاء الله مع الفيديو ده وكمان فيه فيديو تدريب على الدرس ده فكرته حلوة واتعجبك بعد ما اتخلص الفيديو ده هسيب لك لينك فيديو تدريب علشان تسبت المعلومات كمان وكمان في وصف الفيديو ده علشان تعرفوا ان انا مش مؤثر معاكم في حاجة يا أولى سنوي شاركوا بقى الفيديوهات دي مع اصحابكم وعملوا لايك علشان الفيديوهات دي تنتشر كمان وكمان والكل يستفيد مملكة الحيوانات هي المملكة الخامسة والأخيرة وأكيد أكيد يعني هنستنتج الخاص العامة اللي فيها زي مثلا أكيد كل الحيوانات حقيقية النواة وهو أصلا مفيش أوليات نواة غير في مملكة البدايات بس كمان غير كده كل الحيوانات عديدة الخلايا كلها كلها أيوة فعلا كلها يعني النباتات كانت كلها لا النباتات كانت معظمها لان كان في منها وحيد الخلية زي مثلا تخلق الكريميدومونس الحيوانات كمان بتتحرك يا جدع او الله بس ما عاد حاجة واحدة بس وهي المساميات هنعرفها دلوقتي الحيوانات بتستجيب بسرعة للمؤسلات الخارجية طب من النباتات كمان بتستجيب برضو فعلا النباتات بتستجيب والحيوانات بتستجيب ولكن الحيوانات استجابتها بتكون أسرع بالنسبة للتقاصر معظم الحيوانات بتتقاصر جنسيا لان بيكون في منها خنسة والخنسة يعني ذاكر وأنسة في نفس الوقت وكمان بيكون في منها كائنات منفصلة الجنس أو وحيدة الجنس يعني الكائن اللي بيكون الذاكر لوحده والأنسة لوحدها وبالتالي معظم الحيوانات بتتقاصر جنسيا شعب مملكة الحيوانات بتنقسمي نفقريات من اسماع يعني عندها عمود فقري ولا�قريات برضو من اسماع ما عندهاش عمود فقري مملكة الحيوانات بتتصنف لتسع شعب تسع شعب تسع شعب وهنزكرهم كلهم التسع شعب ايوة فعلا التسع شعب بعد الفيديو ده انا عرف ان انت هتكراه رقم 9 المهم التسع شعب كان قاتل اول شعبة هي شعبة المساميات والشعبة الثانية هي شعبة اللاساعات يبقى كده معانا المساميات واللاسعات وبعد كده ثلاثة دال يعني ثلاثة دال يعني ثلاثة شعب بتبدأ بحرف الدال شعبة الديدان المفلطحة وشعبة الديدان الاستونية او الديدان الخيطية وشعبة الديدان الحلقية وبعد كده كلمة مرشح الميم شعبة مفصليات الارجل والراه شعبة الرخويات والشين شعبة شوكيات الجلد والح هي شعبة الحبليات من غير تفاصيل كتير يلا نبدأ في أول شعبة وهي شعبة المساميات أو السفنجيات اسمها السفنجيات علشان جسمها بيكون في مسام أو فتحات فيبقى كده شبه السفنج ومنها مثالتها حتى اسمه حيوان السفنج والسفنجيات معظمها يعني الكتير منها بيعيش في المحطات والبحار والقليل منها بيعيش في الميا العزبة يعني كده أكتر السفنجيات بيعيش في الميا الملحة في البحار والمحطات والقليل منها بيعيش في المية العزبة والمساميات فيه منها بيكون بيعيش لوحده يعني بيعيش بشكل منفرد او في مستمرات ده غير كمان ان بيكون تركيبها بسيط وبتكون عديمة التماثل يعني لو اجبت قطعة واتعطاها من النص كده هنلاحظ ان النصين مش شبه بعض فيبقى كده غير متماثلين فيبقى كده حيوان زي حيوان الاسفنجي اللي بينتمي لشعبة الاسفنجيات هو عبارة عن حيوان بسيط التركيب غير متماثل الاسفنجيات هي الشعبة الوحيدة الغير متحركة وبتعيش متسبتة على الصخور طيب طلما غير متحركة ليه ما يتمش تصنيف المساميات في مملكة النباتات لان النباتات طبعا غير متحركة بص الاسفنجيات بتتصنف الحيوانات بالرغم من انها غير متحركة لاربع اسباب اهمهم هو ان ما عندهاش جدار خلوي واحنا عارفين ان كل النباتات عندها جدار خلوي والجدار الخلوي بتاع النباتات كمان بيتكون من السلولوس كمان الاسفنجيات بتكون غير ذاتية التغذية يعني مش بتصنع غزائها بنفسها وده عكس اللي بيكون موجود في النباتات اللي بتكون ذاتية التغذية وكمان الاسفنجيات متعددة الخلايا وبيكون فيها عدد انيل من الخلايا المتخصصة الاسفنجيات بتتنوع في شكلها فبيكون في منها الانبوبي اللي هو شكل الانبوبة او في منها القروري اللي بيكون شبه القلة وبتكون الاسفنجيات مجوفة من الداخل يعني بيكون فيها تجويف داخلي وبيكون عندها جدار مش جدار خلوي هو جدارها زي الجلد مثلا كده في الإنساء الجدار ده بيكون مدعوم بهيكل من الشوكيات أو الألياف وبيكون فيه صقوب أو قنوات علشان كده اسمها الاسفنجيات أو المساميات التجويف بتاع المساميات بيفتح في فتحة كبيرة الفتحة دي بتكون موجودة في الأعلى واسمها الفويها يعني جاية من كلمة فوها يعني فتحة معظم الاسفنجيات بيكونوا خناس يعني كائنات مذكرة ومؤنسة في نفس الوقت يعني بتكون غير مقسمة جنسيا أو غير ممفصلة جنسيا يعني غير وحيدة الجنس كل ده معناها خناس معظم الاسفنجيات بيتقاصر جنسيا بالأمشاج الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنسة اللي هي الحيوانات المنوية والبيضات وبيتقاصر برضو لجنسيا بالتبرم والتجدد التبرم هو لما يطلع منه كده جزء صغير الجزء ده بيكون اسمه البرم بيكبر لحد ما يكون كائن كامل منفصل والتجدد زي اللي بيحصل في نجم البحر لما بيطقط على حتة كل حتة بتجدد لوحدها وبتكون جسم كامل فيبقى كده الاسفنجيات بتتقاصر جنسيا بالأمشاج ولا جنسيا بالتبرم والتجدد وأشهر أمثلة المساميات أو الاسفنجيات هو حيوان الاسفنج الشعبة التانية في مملكة الهيوانات هي شعبة اللاسعات اللاسعات هنلاقيهم في كلمة شقة الشين هو شقيق النعماء والقاف هو انديل البحر والهي هي الهايدرا اللاسعات خلاياها مع بعضها بتكون طبقتين من الأنسجة طبقة داخلية وطبقة خارجية الطبقة الخارجية بيكون فيها خلايا اسمها الخلايا اللاسعة طيب اللاسعات ليه بيكون عندها خلايا لاسعة أكيد طبعا علشان تدافع عن نفسها وكمان علشان تصطيط فرستها يعني كده اللاسعات دي زي شقيق النعمان وانديل البحر والهايدرا هي عبارة عن كائنات مفترسة يعني غير ذاتية التغذية نطبعا عارفيني أن أي كائن معنا في مملكة الحيوالات هو غير ذاتية التغذية ولكن اللي بيميز اللاسعات هي أنها مفترسة بتدافع عن نفسها وبتصطيط فرستها عن طريق خلايا في الطبقة الخارجية اسمها الخلايا اللاسعة وبيكون عندها فم حوالي مجموعة من الزوائد أو الامتدادات اسمها اللوامس وكمان بيكون عندها تجويف اسمه التجويف الوعاي المعيد واللاسعات لا يوجد بها رأس تاني الناسعات لا يوجد بها رأس اللاسعات لا يوجد بها رأس ويسمها بيكون متماسل شعاعي يعني متماسل شعاعي يعني شبه البتزا كده لما بتقطعها كل حتة بتكون شبه اللقصاتها وده اسمه تماثل شعاعي وبالنسبة للمعيشة بعظمها بيكون بحري يعني بيعيش في المياه بشكل منفرد أو بيعيش في مستعمرات فيبقى كده شعبة اللاسعات عندها خلايا لاسعة ولوامس علشان بتدافع عن نفسها وبتصداد فرستها وعندها تجويف وعاعي معي دي وبتكون زي التماثل شعاعي شبه البتزا وهنلاقيهم في كلمة شقة شقيق النعمان وأنديل البح والهيدرا خلصنا كده من شعبة المساميات وشعبة اللاسعات ناخد بعد كده التلاتة دال وهي شعبة الديدان المفلطحة وشعبة الديدان الاستوانية أو الخيطية وشعبة الديدان الحلقية كل واحدة منهم اسمها بيوصف شكلها الديدان المفلطحة أكيد علشان مفلطحة زي دودة البلاناريا ودودة البلهاريسيا والدودة الشبيطية والديدان الاستوانية أو الخيطية علشان بتكون شبه الخيط أو الاستوانة زي دودة الفلاريا ودودة الاسكارس والديدان الحلاقية علشان جسمها بيكون متقسم لحلاهات زي دودة الارض اللي احنا عارفينها باسم الطعم ودودة العلط الطبي الديدان دي بيطلغبطنا في معاشتها بس تعالى كده ناخدهم واحدة واحدة يعني كلمة معيشة المعيشة دي عمتا ممكن يكون الكائن ده متطفل وممكن يكون حر المتطفل ده يعني بيعيش وبيعتمد على كائن تاني عايش والحر ده مش بيعتمد على حد مش شرط يكون ذات التغذية او غير ذات التغذية المهم انه مش بيعتمد على حد في غزاؤه بس طبعا الحر في الحيوانات هو بيكون غير ذات التغذية ولكنه حر يعني مش بيعتمد على كائن تاني في غزاؤه الديدان المفلطحة معظمها بيكون متطفل مش بس كده دي بتكون متطفل على كائنين يعني بتعيش وبتتغزك جوه كائنين زي مثلا البنهاريسيا البنهاريسيا بتتطفل للانسان ولما بتخرج بين الانسان بتتطفل على كائن تاني المهم ان الددان المفلطهة معظمها بيكون متطفل فيبقى الولايه المنى حر تعالى بعد كده للددان الاستوانية خمسين خمسين بعضها متطفل وبعضها حر تعالى بعد كده للددان الخلقية اعكس اللي بيحصل في المفلطهة فيبقى معظمها حر والولايه المنى بيكون متطفل حلوة الحتة دي ارجعتها بقى تاني نيجي بعد كده للجنس نفس الفكرة في في الديدان المفلطحة معظمها بيكون خناس يعني خنسة اللي هو ذكر ونسى في نفس الوقت فيبقى الوليل منها وحيد الجنس في الديدان الاستوانية كلها بتكون وحدة الجنس يعني منفصلة الجنس في الديدان الحلقية عكس المفلطحة بعضها بيكون وحيد الجنس والقليل منها بيكون خناس تعال بقى نقول كل شعبة لوحدها اول شعبة هي الديدان المفلطحة اسمها كده علشان عريضهم فلطحة زي البلاناريا والبلعريسيا والددان الشرطية معظمها بيكون متطفل على كائنية والأليل منها بيكون حر بيكون لها راس وزاد تماثل جانبي يعني لو أسمناها النصين النصين هيطلعوا شبه بعض فبنقول على الحالة دي تماثل جانبي وبالنسبة للجنس معظمها بيكون خناس والأليل بيكون وحيد الجنس الددان اللي بعد كده هي شعبة الددان الأسطوانية أو الخيطية علشان بتكون شبه في الخيط زي الفلاريا ودودة الاسكاريس بعضها بيكون حر والبعض الثاني بيكون متطفل وكلها بتكون وحيدة الجنس شعبة الددان الأسطوانية بتكون مدببة من الطرفين زي الإبرة كده اللي بتكون مدببة من النخيتين وبتكون غير مكسمة يعني جسمها مش بيتقسم لقطعة وبيكون عبارة عن قطعة واحدة وبرضه بتكون زي التماسل الجانبي زي الددان المفلطحة إنما اللي بيميز الددان الأسطوانية هو إن بيكون ليوم قناة حضمية بتبدأ بالفم وبتنتعي بالشارج وحجمهم بيكون صغير ما نقدرش نشوفه ببيانة المجردة ولازم يكون في مجهر وممكن كمان حجمهم يوصل للمتر ومن أمثلة الددار الأسطوانية قلنا الفلاريا اللي بتعيش متطفلة على الأوعية الليمفوية في الإنساء وبتعيش جواها وبتبيض وبتفقس وبتسدها وما بتخليش الليمف يمشي في طريق عادي فلما بتتجمع في الليمف بتسد لوعية الليمفوية فبيكبر حجم الرجل ولما بتكبر حجم الرجل بتسبب مرض اسمه دا الفيل النوع الثاني من الإسطوانية هو دودة الإسكارس اللي بتتطفل برضو على الإنسان وبتعيش في القناة الهضمية الددان التالتة هي الددان الحلقية اسمها حلقية علشان جسمها بيتأسم لحلقات وبتتحرك عن طريق مجموعة من الإنكباضات والإنبساطات للحلقات دي يعني الوسيلة الأساسية لحركة الددان الحلقية هي إنكباض وإنبساط الحلقات اللي جسمها بيتكون من حلقات وكمان بنستنتج إن جسمها كده بيكون مقسم قلنا معظمها بيكون حر زي دودة الأرض اللي هو الطعم اللي بنصطط بالسمك ودودة الأرض بتعيش في أنفات في الطربة وبتهويها وبتزود من خصوبتها يعني كده كل ما تزيد ديدان الأرض في الطربة بتزود من تهويتها وبتزود من خصوبتها والقليل من الديدان الحلقية بيكون متطفل زي دودة العلق الطبي اللي بتعيش متطفلة اللعاب بتاع دودة العلق الطبي بيكون فيه مواد طبية مهمة بتعالج دي الأوعية الدموية والتهاب الوزن الوسطى علشان كده بيكون فيه ناس بتحطها على جلدها علشان تلسعها وتعالجها ديدان الأرض بتحتوي على حاجة اسمها الأشواج بتكون موجودة على السطح الداخلي للجلد بتساعدها في الحركة ولما ما يكونش الأشواج دي موجودة بتصعب حركة الديدان نيجي بعد كده للشعبة الستة وهي شعبة مفصريات الأرجل بتتصنف شعبة مفصريات الأرجل إلى أربع طواف وهم طائفة الكشريات وطائفة العنكبيات وطائفة الحشرات وطائفة متعددة الأرجل بيتم تصنيف شعبة مفصريات الأرجل لأربع طواف حسب عدد الأرجل وبالتالي الطواف دي مع بعضها بتختلف عدد الأرجل لكن كلهم جسمهم بيكون مقصم يعني بيتقسم لأجزاء أو بنقول عليها عقن وبتتقسم برضو المناطق وكمان بيتم تغطيتهم من الخارج بهيكل خارجي يعني كلهم برضو بيكون عندهم هيكل خارجي أول طائفة معنا هي طائفة الكشريات اسمها الكشريات علشان جسمها بيتغطى من الخارج بكشرة كايتينية أيوة الكايتين اللي هو كان موجود في جدار الفطريات الكشريات دي بتعيش في البحر زي مثلا الاستكوزا والجنباري والكابوريا اللي معروفة باسم سرطان البحر وبالتالي لما بيجوا تنفسوا بيتنفسوا عن طريق الخياشي وهم الطائفة الوحيدة اللي بتتنفس عن طريق الخياشي وعينهم بتكون مركبة يعني العين بتتكون من أكتر من عدسة لكن العين البسيطة اللي هي عكس المركبة بتتكون من عدسة واحدة بس زي ما هنشوف في العنكبيات الكشريات جسمها بيتقسم لمنطقتين منطقة اسمها رس صدر ودي منطقة على بعضها اسمها رس صدر يعني الرس والصدر مع بعض بيكونوا منطقة واحدة والمنطقة التانية هي منطقة البطل فبق كده الكشريات جسمها بيتكون منطقتين منطقة اسمها رس صدر ومنطقة اسمها بطل تانية طائفة معنا هي طائفة العنكبيات زي العنكبوت والعارب الجسم برضو بتكون من منطقتين رس صدر وبطل وبتكون وحيدة الجنس وعينها بتكون بسيطة يعني بتتكون من عدسة واحدة وده طبعا على عكس الكشريات العنكبيات بيكون لها أربع أزواج من الأرجل وقلنا إن عدد الأرجل هو المعيار الأساسي اللي على أساسه بيتم تصنيف شعبة مفصليات الأرجل إلى أربع طواف العنكبيات عندها أربع أزواج من الأرجل وبتتدفس عن طريق الكصيبات الهوائية والرئاد الكتابية وكل الطوافة عمتا بتتنفس عن طريق المفصليات الهوائية معدل الكشريات علشان هي اللي بتكون يعيشها تحت المياه وبالتالي بتتنفس عن طريق الخياشين بعد كده تالت طايفة وهي طائفة الحشرات ودي أسهل طايفة معنا لإن إحنا أخذناها قبل كده في المفتاح التصنيفي جسمها بيتكون من ثلاث مناطق راس وصدر وبطن وعندها ثلاث أزواج بس من الأرجل على عكس العنكبيات اللي بيكون عندها أربع أزواج من الأرجل وممكن تكون ما عندهاش أجنحة زي النملة وممكن تكون عندها أجنحة فبنقول عليها ذات أجنحة والأجنحة دي ممكن تكون زوجين زي الفراشة والرعاش وممكن تكون زوج واحد زي الزباب والبعودة والحشرات بيكون عندها زوج من العيون المركبة يعني اللي بتتكون من أكتر من عدسة زي مثلا اللي موجودة في الكشريات وكمان بتحتوي على حاجة مميزة اسمها قرون الاستشعار فبيكون عندها الزوج من قرون الاستشعار وطبعا طائفة الحشرات بتتنفس عن طريق كصائبات الهوائية ومن أمثلتها عندنا النحن والقراض والنملة والصرصير والرعاش والزباب المنزلي والبعود والفراشات نيجي بعد جالة طائفة الرابعة والأخيرة من طائفة مفصليات الأرجل وهي طائفة متعددة الأرجل وطبعا من اسمها بنستنتج ان هي أم 44 واسمها كده علشان عندها 44 رجل وجسمها بتكون من المنططين منططين منططة الراس ومنططة الجزع ومنططة الجزع بتكون مقصمة لعدد من العقل وبيكون طبعا لها العديد من الأرجل على حسب اسمها وطبعا بتتنفس عن طريق الكصائبات الهوائية نيجي بعد كده للشعبة السابعة وهي شعبة الرخويات والشعبة رقم تمانية وهي شعبة شوكيات الجل الرخويات معظمها بيعيش في المية الملحة وبعضها بيعيش في المية العزبة والأليل منها بيعيش على الأرض زي مثلا الكوقع الصحراوي ومن أمثالتها برضو المحار والأخطوط أجسامهم بيكون فيها رأس صغير وبعض الرخويات بيكون معندهاش رأس لكن شوكيات الجلد بيكون معندهاش رأس وجسمها بيكون مستدير زي مثلا كونفوز البح أو ممكن يكون جسمها اسطواني زي مثلا خيار البح أو ممكن يكون جسمها نجمي زي مثلا نجم البح المشترك ما بين الرخويات وشوكيات الجلد هو أن أجسامهم مش بتكون متعسمة زي مثلا اللي بيحصل في مفصلية الأرجل اللي بيكون أجسامهم متعسمة في اللي بيكون متعسم لمنطقتين وفي اللي بيكون متقسم لثلاث مناطق الرخويات بتتحرك بواسطة جزء عضلي شبه القدم فبنقول عليه اسم القدم وعندهم عدو شبه اللسان بيكون فيه صفوف من الأسنان اسمه السفن أو المفتاد وده بيساعد في عملية التخزية والرخويات بتتغطى بنسيق جلدي مهم اسمه البرنوس وبيكون عندهم أصداف كالسية يعني عبارة عن كالسام بتكون أصداف شبه العضم كده بيلاحظ وجودها في المحارب والقوقع بتكون موجودة في الخارج وأغلب الرخويات بتكون وحيدة الجنس إنما الأولي منها بيكون خناس نيجي بعد كالشوكيات الجلد بيكون عندها هيكل داخلي صلب زي مثلا نجم البحر ودي حاجة بتخليه قريب في صفاته للفقريات علشان عندهم هيكل داخلي وسيلة الحركة بتختلف في شوكيات الجلد فعندنا مثلا نجم البحر بيتحرك بوسطة الأزراء وكنفز البحر بيتحرك بوسطة الأشواك وخيار البحر بيتحرك بوسطة حاجة شبه الممصات كده اسمها الأقدام الأنبوبية شوكيات الجلد اسمها كده علشان خاطر جدارها بيحتوي على أشواك وصفائح كالسية يعني صلبة بتتكون من الكالسام واللي بيميزهم إنه بيكون ليهم جانبين جانب بيكون فيه الفم فيبقى اسمه الجانب الفمي والجانب التاني ما بيكونش فيه فم فبيبقى اسمه الجانب اللافمي وآخر حاجة هو إن شوكيات الجلد كلها بتكون وحيدة الجنس وبتتكاصر جنسيا بالأمشاج ولا جنسيا بالتجدد شكرا للمشاهدة